دكتور بشير عدت للمؤامرة لهذا السيناريو بالذهاب بانتخابات مبكرة وخروجها بهذه النتائج هي مؤامرة بها أطراف داخلية وخارجية هل للصراع ما زال قائم؟ دكتور بشير تفضل يا سيدي من اعترضوا على التزوير كل ما بالموضوع هم تعلموا جميعا رابحين وخاسرين في دورات سابقة انتخابية على التزوير هذه المرة هنالك من زوى وسرق حصة الآخر هل هناك مؤامرة؟ نعم المؤامرة ولكن ليس كما يقول السيد الضيفة في 2017 2017 هي أصلا تظاهرت حتى في انتخابات 2018 وأنا واحد من الدول أنتم من سوق للتزوير فأكلتم الطعم أما كان الطعم داخليا لو خارجيا لا مداخليا الطعم خارجيا يأخده أو تقوده حكومة الكاظمين ممثلة بالتدخل الأممي وسبقها قلتها ما دور مجلس الأمن شوف المأزق اللي يبعوا به جميع إن قبلوا بما تقول بلا أسخرت أكلوا الطعم نهائيا وإن رفضوا بما تقول بيه بلا أسخرت ونفرغوا بلا أسخرت قاتل انتخابات مزهورة سيذهب القرار إلى مجلس الأمن ويوضع العراق تحت البند السابع إن كنتم من هذه المؤامرة وأنتم تمتلكون السلطة والمخابرات والدبلوماسية لا تحملوا 11 كشرين العظيمة نتاجاتكم في المحاصصة والمغامرة بس مخرجات دكتور بشير مخرجات تشرين حكومة الكاظمين مخرجات تشرين هذه الانتخابات الإطلاق أن السابق قصير أنت صديق قبل كل شيء أنت تعلم أن ألد أعداء تشرين هو الكاظمي وبما أنه كان ألد أعداء تشرين أصبح ألد أعداء الشعب لأن تشرين تموت الشعب هذا المأزق فعلا وضعه الكاظمي ووزيخ خارجيتي بالإتفاق مع مجلس الأمن لذلك المؤامرة كبيرة جدا أنا أعترض بذلك أما الطور الأخيط سوف لن تنتهي هذه المنافسة الغير شريفة سوف لن تنتهي تواب فقية سوف لن تنتهي أغلبية سوف لن تنتهي ستبقى عرجاء لأن أسسها منذ 2003 لحظان عرجاء ولذلك دائما أنا أؤكد في خطاباتي ولقاعاتي اذهبوا للعقل التشرين المصود بالعقل التشرين هو إيجاد مخرج للعراق قبل أن نجد مخرج لهم أيضا نحن نمتلك خطة كاملة الساقصية هم لا يسمعوننا لم يسمعوننا حينما قلنا انتخابات محسومة النتائج لم يسمعوننا حينما قلنا لهم أن السيرفرات موجودة في إيران ودبي ومصر لم يسمعوا عقل التشرين وهذه قد تكون هذه أؤكد كلامك نعم نتاجات تشرين لأنكم لم تسمعوا تشرين فوقعتم في مآزقكم في مبلغ والمهم في هذا الخطاب والله والله إن كنتم تريدون العراق أن يخرج من عقل الزجاج اذهبوا لعقل التشرين وسنعطيكم خارطة طريقة عظيمة تنجي العراق وتنجيكم دكتور بشير بس انطين نهاية تتفق أنه ممثلة الأمم المتحدة سيدة بلاس خارط هي شاهد زور على ما حدث والتقرير اليوم اللي صار هو تقرير غير صحيح وغير دقيق اللي تحدثت عن لا يوجد تزوير في هذه الانتخابات نحمد الله يا صلى الله عليه وسلم إن تشرين أول من شخص اندساس بلاس خارط هم لم يقبلوا بعقل تشرين قلنا لهم هذه مسيسة هذه إيجادة لتنجي العراق استضاف الشيخ قيس الخزعلي تغنى بأنها تفاجئت وكأن الشيخ قيس الخزعلي لم يفقه السياسة يا الشيخ قيس يا معترضون هذه أصل مؤامرة مرة تدس لكم السنب في العسل هذه متآمرة اذهبوا إلى دواخلكم وتركوا الخارج مجلس الأمن لن ينجيكم أبدا من إذا ردتم النجوة أنتم وحتى الصدريين لأن الطعوم هذا مهم استرقصي هذا الطعوم سيلتف أيضا على الصدريين وإن تغنجوا بفوزهم هنا المعادلة بس إحنا بتشرين نحكيها بصراحة جميل بس إحنا نبتلككم جميل 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 جميل